أكد لكم بإذن الله أن أهل سقطرة سيكونون جزء من الإمارات مساعي الإمارات العسكرية للهيمنة على أرخبيل سقطرة تستأنف مجدداً أحدث هذه المساعي بدأت إثر قيام سفينة حربية إماراتية بإنزال أكثر من مئة جند تابعين للحزام الأمني الانفصالي للأرخبيل في السادس من هذا الشهر في محاولة لخلق وقائع جديدة وعبر أدوات عسكرية موالية لها في الأرخبيل اليمنية الأكبر الواقع بين خليج عدن والمحيط الهندي لم ينضي أكثر من عام ونصف العام على المواجهة الأولى التي شهدت إنزالاً لقوات إماراتية معززة بالعربات والدبابات فيما كان رئيس الوزراء السابق يقوم بزيارة روتينية للأرخبيل قبل أن تضطر هذه القوات للانسحاب بعد شكوى يمنية إلى الأمم المتحدة وتدخل لقوات سعودية هذه المرة الشوكة الحكومية لم تقترم بإسم بارز فيها بل نسبت إلى مصدرين وفقاً لوكالة رويترز لكن الرسالة وصلت مجدداً إلى مسامع العالم ما دفع بالإمارات إلى النفي والإدعاء بأن أخبار وصول قوات انفصالية لأرخبيل سقطرة مجرد أكاذيب على حد وصف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش الوكالة ذاتها نقلت على المصدرين الحكوميين قولهما إن الإمارات دربت في عدن دفعة من 300 جندي من أجل إرسالهم إلى سقطرة وأرسلت أكثر من مئة منهم إلى الجزيرة في السادس من شهر مايو الجاري التحركات الإماراتية الأخيرة كانت سبباً في أحدث انتقاد وجهه نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسر إلى الإمارات وشدد فيه على أن شراكة حكومته والتحالف في الحرب على الحوثيين وليست في إدارة المناطق المحررة يأتي ذلك في ظل تصعيد متزامن شهدته محافظة الضالع حيث جرى استهداف كتيبة من قوات الحماية الرئاسية وصلت إلى المنطقة لتعزيز القوات التي تواجه ميليشيا الحوثي هناك إثر تراجع لا يمكن فهمه في الأيام الأخيرة هذه الجبهة الاستهداف تم من قبل الحزام الأمنية الانفصالية لمدعوم من الإمارات في محاولة على ما يبدو للتفرد في تقرير مصير مناطق المواجهات التي ينظر إليها الانفصاليون على أنها مناطق حدودية تتجدد المواجهات المصيرية بين الحكومة الشرعية المغدورة والتحالف الذي قوض أسس الثقة بين الشركين بالقدر الذي يعمل فيه ميدانيا على تقويض الدولة اليمنية ووأد التطلعات الوطنية المشروعة لشعبها